أنا الآن سأريك نقطة انتقدها الملحدون قالوا إن الإنسان عندما يخلق يبكي أولا وبعد أشهر يتعلم الضحك أو بعد أيام مثلا ولكن القرآن لا يقول وأنه هو أبكى وأضحك لا يقول وأنه هو أضحك وأبكى يعني عكس تبين حديثا أن الجنين أول ما يتعلم يتعلم الضحك ثم يتعلم البكاء عندما يخلق أنا لدي فيديو لجنين يضحك صورة رائعة الحقيقة الله خلوها دي شوي سبحان الله انظر هذا جنين دا جنين سبعة أشهر في بطن أمه وهو يبتسم ويتعلم الضحك وهذه الصور أيضا منشورة حديثا تقول لك بأن الجنين أول ما يتعلم يتعلم الضحك ثم يتعلم البكاء عندما يخرج من بطن أمه أنا لدي هنا بعد أن نرى هذا الفيديو نص يقول سبحانه وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى النطفة كم كروموزوم فيها؟ 23 23 انظر إلى كلمات هذه الآية كم كلمة؟ ما هو أضحك وأبكى ما هو أمات وأحيا 23 23 كلمة ورقم الآية 46 لأنه ذكر وأنثى ذكر الأنثى يعني فانضبطت الآية ما بقول لك لو كان من عندي غير الله ولا وجده فيه اختلاف سبحان الله الآن لك لا يظن أحد أننا نأتي بمصادفات لنذهب إلى النص في سورة المؤمنون الذي يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين طبعا سنبدأ العد من عند ثم جعلناه نطفة بأن الطين ليس فيه كروموزوم عد الكلمات معي كم كلمة؟ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام الأحمد ثم إنشانه خلقا آخر 23 كلمة بالضبط يعني هذا لا يمكن أن يكون من عند بشر أبدا هناك نص آخر يقول ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين كذا كذا هل تعلم النص كم كلمة؟ عد معي ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من وحي وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة سبحانك يا رب عند الأفئدة 23 طبعا قليلا ما تشكرون الحديث عن الأسوان طيب هذه النصوص ليس نصف واحد جئنا بعدة نصوص كلها تنضب كلها تتحدث عن الخلق من نطفة وتأتي يأتي عدد الكلمة 23 تأتي عشري